بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة والصول الكريم للحلقة 29 في دور التعليم سابق الفين والحلقة ان شاء الله تتكلم عن السلالم والجزء الاول فيها ودي الرفرنسة عملتها عشان خاطر اعمل الحلقة دي احنا عندنا السلالم من عاصر انشاءية مهمة جدا ومن عاصر معمارية برضو مهمة جدا في اي مشروع ومشكلها كتير جدا لان احيان كلا برمانسين مش فاهمينها كويس ازاي بتشتغل سواء معماريا او انشاءيا طبعا ركز على انشاء شوف كده بعض المصرحات البسيطة اللي احنا بكون عارفينها اللي احنا هستخدم السلالم بعد كده في اللغة الانجليزية في عندنا حاجة اسمها الران وتمثل اللي هي الدرجة نفسها وفي عجل نحن عندناها اسمها الرايز اللي هو الارتفاع نفسه الران دي يستخدم كنا حدود مثلا 28 سنطي 25 سنطي 29 سنطي في حدود دي الرايز يكون حسنا 16 سنطي 18 سنطي وكده عندنا حتة اللي هي اسمها اللاندنج اللي هي الحتة السابتة دي اللي هي ما بيباش فيها سلالة فدي بعد كده وفي عكده اللي هي ستيركيس اللي هي كل حاجة موجودة عندنا والجزء الواحد بين دول اسمه فلايت يعني الدرجات دي كلها اسمها فلايت يبقى تاين عندنا الرن اللي هي حط الفقية الرئيس الحتة الرأسية حتة دي اسمها لاندين كل حاجة بعضية اسمها الستيركيس وعكده جزء ده اسمه فلايت يعني السلم دي فيها two flights لو بصينا انشينا على السلم بتاعتنا احنا عندنا اكتر من السلوب انشي عشان نشيل السلم بتاعنا احنا ممكن نعمل كاميرا هنا طرفية كاميرا تانية طرفية الناحية التانية بيباس مهم اللي هما الage beam او اللي هي وبعد كده اي درجة سلم تحمل عندنا عرضيا بالسلوب ده كده يبقى الحاجة الاساسية عندنا لو خدنا اللوحة كده اللي هو حاجة الافقي دي قطاع في السلم بديل درجة معينة الحاجة الاساسية عندنا يبقى الحاجة اللي هو الوسير اللي هو بالعرض ده كده وبعد كده عندنا حديد اللي هو طويل ده في درجة بتاعتنا ده بيقول آخر بس اللي هو distribution steel فتاني يبقى عندنا بيبقى فيه كاميرا هنا أو حيطة يعني ممكن يبقى عندنا حيطة أو حيطة أو عندنا يكون كاميرا أو كاميرا أو اثنين حوائط ومتشال عليها سلالة فتسمها اللي هي transverse spanning stair اللي هي متشالة افتياه العرضي بالمنظر ده كده اللي السلوب ده مش منتشر كتير جدا لأنه هو في الآخر الصعوبة نحن نعمل كاميرا اللي هي المتكسرة فالنوع الثاني أشهر منه بكتير اللي هو longitudinal spanning stair slabs فالنوع ده على العكس بيكون السلال متشالة في الاتجاه اللي هو الطويل فالحديد الرئيس عندنا يبقى اللي هو الحديد الطويل الحديد اللي هو الوسير اللي عرض ده بمشال معنا أي حاجة ودي بتبقى متشالة على كاميرا هنا وكاميرا في مستوى الدور نفسه يعني كاميرا في مستوى مصد دور وكاميرا في مستوى الدور نفسه ودي اسمها معروفة عندنا في مصر اسمها ودي متشرة جدا لأن هي أسهل في التنفيذ رغم أن هي ممكن تكون الناس من ناحية الاقتصادية تستحمل تسحب حديد أكتر من الحديد اللي هو في الحالة الثانية اللي هي transfer لكن هي مستوى ضمن معنا كثير فالعندنا حديد الرئيسي زي ما شفنا اللي هو حديد اللي ماشي كده لأن في آخر سنين كلها متشالة هنا ومتشالة هنا كده يعني أخذنا فيها قطاع في السلو بدا كده هنشوفها زي كده في عندنا كاميرا هنا وكاميرا هنا كده ممكن كاميرا تكون هنا وهنا ممكن تكون هنا على طرف السبت نفسه يعني ممكن تكون على آخرaltung ممكن تكون في أوله طبعا في أوله مش محب مش مستحب باز معماريا لأنه في الآخر تبقى كده زهرة لا يعي حالة طلعة سلم ونحب العميلة هناك تكون مستخبير في الحضة أو في باب موجود عندنا فهذه كاميرا الأسية اللي شهيران عندنا وبعد كده دي اللي هي الكاميرا بتاعتنا أو السياة بتاعتنا اللي شغاله معنا, الحديد الرئيس اللي بحنا شايفين هو الحديد اللي هوا عدد طولي ده كده طبعا حديد طولي ده في الحيط دي كده بيتعمل عادة كاينه نفس الحديد بكمل التانية بس لكن في جزء ده ما ينفعش طبعا نازل بيتعمل اللي هو صورة المجاص ده ما عشنا شايفين بالمنظر ده كده عشان خاطر ما يكثرش الكفر اللي هنا طبعا ده كده انت حتى فيه الخرسانة. في عندنا انواع تانية في عندنا نوع اللي هو اسمه وفي الحالة دي السلال مفيش كاميرا في النص الدور في كاميرا في الدور التاني وكاميرا في الدور اللي هو الاولاني والسلالين كلها متشاركة كأنها ثري دي هنا وهنا بس والنوع ده بمعماري قبيلين جدا زيطا مش بكون حواليها 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 بمشكلة كده ان يدي طايرة في الهواء عشان كده معرفوا باسم ما عندنا اللي هو لكن هي طبعا يكون صعبة شوية تحليلها وطبعا دي ما فاشل حلالها كاميرات بس حلازونية وبرضو ممكن نعملها انشائيا ونشوف برس برضو لما ناخد العناصر اللي هي فهندلوقتي هركز على اللي هي السلم دي كده اللي هي اللي هي الاسلاب تايب اني دي حلالها وسيط جدا حينما ممكن ناخد شريحة عرضها واحد متر ونمثلها على الساب حيث نعمل كده سابورت هنا وسابورت هنا عند الكاميرا دي والكاميرا دي وبينهم كاميرا بالمنظر ده كده مقصورة ونحط عليها الأحمال ونحسب عليها فده مثال عندنا على اللي هي السلالم طبعا مشروع كاد وانت في الآخي تاخد منه ايه الأبعاد وتعملها على برنامج الساب واخد صورة المشروع الكاد اهو ففي عندنا دي السلالم دي احنا عاوزين صمامة وحنا صمامة في التجارة اللي هو الطويل اللي هو الاسلاب تايب وفي عندنا اللي هي الران 28 سنتي اللي هي الطول ده كده 28 سنتي وبعاكد عندنا اللي هو بتاعتنا ميتين كيلو يرام على المتر مربع وعاكده كفر ميت كيلو وعاكدنا اللي هو طبعا حسب كده المصر يكون ربع ميت كيلو يرام على المتر مربع فاحنا هنفكرة احنا هنعمل ايه هناخد تريحة برضو واحد متر لاتسي احنا عندنا كاميرا هنا وكاميرا هنا فنحط سابورت هنا وسبورت هنا ونعمل كاميرا بالنسبة لده كده في عندي هنا المناسيبة هتفيدني كتير عشان خاطر حدد اللي هي ارتفاع السليم يعني ده منسوب ده 4-16 ومنسوب ده 5-66 يبقى عندي ده اعلى بمقدار معين من المقدار ده متر ونصف فده اللي هو بارتفاع اللي عندي بتاع جزء ان ما هو المقصور وبعاكده عندي طول ده 1-14 وعنده طول ده 1-10 والعرض هنا 1-10 في تنهيق طبعا عرض اللي هو 1 متر بلسان شانو اخذ شريحها مقدرها اللي هي 1 متر قبل ما نروحها للكاللس طبعا نعمل شوية حسابات كده بسرعة فانسان افترض في الاول لان هو LTS بتاع 13 سنطي لسمك السلالم فعند بقى اللي هي جي واحد وعنده اللي هي مقصود بيها اللي هي dead load وبعاكده عندي البي اللي هي live load فالlive load طبعا عشان هي واخذ شريحها 1 متر بقى عندي 4 من 10 على الطول اللي هو الافقي اعمل حين live load dead load رقمنا الرسمه كده لكن طبعا هو يتخذ على الطول اللي هو الماي لازم نشوفه على برنامج السلال فعند هنا اللي هو dead load احنا عايزين نحسب بدقة هيكون هنا اقطع شوية من هنا اللي هي وزن سلالة مش موجود معانا هنا وهنا فانا عسنا عندي واحد اللي هو هيكون اللي هي سلالة نفسها معاكدها مع الانويت مع الكافر فعند الانويت اللي هو 16 في 2 نصف طبعا احنا نفرضي خلايانا 16 معاكده برضو هنا 16 فانا عندي حاجة الانويت بالزات حاجة من اتنين يا اما خذ برنامج السلالة يحسبو اللي هي ton force والمتر معاكده ممكن نشتغل على اللي هي blank واروح على مستوى اللي هو ال xz وابداعمل grade بتاعتي فاعمل right click edit grade data معاكده اقول له modify معاكده نضيف واحد كده صفر وصفر وصفل اللي بداي بتاعتنا معاكده ممكن نشتغل على اللي هي spacing ونبدأ نضيف عندنا مسافة بداعتنا فاحنا في عندنا في ال x اول مسافة عندنا اللي هي زي مانشافكين اللي هي ال 11 14 اللي هي مسافة الاولى اللي عندنا بعد كده في طول معين وبعد كده في طول تاني بعد�데ه اللي هو 11 فاعنا نضيف طول تاني بعد كده اللي هو 11 وماكده عندنا في صفر طيب الطول اللي هنا ده يجيبه ازاي هيجيبه انني انا عد الدرجات اللي عندي فاني عندي لو عندنا درجات اللي هنا كده 1 2 3 4 5 6 7 يبقى طول هنا اتنين اتنين وقمسين يبقى two two point five two وبعد كده هنا في طرق الاخيرة هو واحد واحد ونعشر ده بين نسبة اللي هو اللي عندنا في اتجاه اللي هو الاكس طبعا لو ما عندش حاجة طبعا في اتجاه الزيت طبعا اتجاه الزيت عندي هنا اللي هو فرق منسوب عندي منسوب اللي تحت اربعة ستاشر ومنسوب اللي هنا خمسة ستة وستين يعني طبعا في الاخر متر ونص يبقى هنا اقول له واحد ونص فلمقول له كده اوكي اوكي ودوسنا تاني على المستوى يبقى السلم بتاعتها تتمشي كده معاكدة تطلع كده وكده وتمشي لحد هنا كده طبعا مهمة جدا انك متخيل جدا ان زي تربط بين الشكل اللي هو البلان معاكدة اخد مسقط فيها لانا كنت في الاخر مهمس انشاء انت اللي هتعمل الكلام ده هنهدى ارسم كاربا بتاعتنا هشغل نصلا امر اللي هو ونبدأ من هنا كده وبعد كده هنا وهنا بالمنظر ده كده اتمنى الشكل ده يكون ساعدة انك تخيلت السلم بتاعك ازاي ده طول اللي هو واحد اربعتاشر معاكدة اطلعنا فوق من ادار اللي هو فر المنسوب وكان الطول الافقي ده اللي هو اللي احنا عندنا عندنا تسع درجات كل درجة تمانية وعشرين سنطي فادينا الطول اللي هو الافقي وبعد كده في عندنا الطول اللي هي اللاندي نفسها اللي هي واحد عشرة بالمنظر ده كده بقدر حط سابورت عندنا هنا وهنا اختار ديه وديه واساين وجوينت وستريند وقول له هنجد اوكي فيعمل هالي بالنظر ديه يبقى دي كاميرا بتاعتي اللي هي تمثل السلم انا عاوز اعمال لبقى عرضها واحد متر وسمكها مسلا لو ستاشر سنطي يبقى اروح على ديفاين سيكشن بروبرتيز الفريم سيكشن وقول له اد نيو بروبرتي تحت الكونكريت اللي هو الريكتانجلر وقول له واحد في ستاشر من مية فعند الديبس هيكون والعرض هيكون واحد متر يبقى كده شريحة مقدرها واحد متر ممكن طبعا نزبط المترية من هنا اللي احنا عايزين نزبط فيها يعني كده لا تسيح نخلي اللي هي المترية بتاعتنا هتوبة اتنين ونص اللي هي الوزن بتاعها فبتنين ونص صن على المتر المكعل اوكي 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 لازم اخص كلام ده يبقى اختار كل حاجة هده واروح على الساين فريم فريم سيكشن واختار القطاع بتاعي اوكي بنا كده خصصت الحمل بتاعي نبدأ بقى نعرف حالة التحميل فاروح على ديفاين واللود باترن فعنده الديد فيها بواحد هنا بقى ممكن يحصل بقى اختلاف بين مدرستين ممكن حد يخليها بصفر ويحسب هو داخل اللي هو الديد لود يحط فيها الان ويت اللي هو 25 تي اس مثلا او ممكن واحد يسيبه على واحد ومحسبش فيها الان ويت في المعادلات بتاعك انا فاضل نكتسيب الهنا الحمل بتاعك على واحد وما تحسب ندخلش معك الان ويت خالص اي كاميرا بعد كده بتحسبها سيب الان ويت طالما انت منعرف القطاعات سيبه البرنامج الساب يحسبه ليه لان احنا هندلوقتي سنعرفنا السابع القطاع على 16 سنتي بعد كده احنا حابلنا غيرها لانه هو انسيف وعاكد غيرناه خليه 18 مش عايزين يحسب مرة تانية لا هو برنامج السابق الاوتوماتيكة طالما ما احنا سيبينه على واحد هيحسب على قطاع جديد فاحنا نخليها على كده بس انا هعمل حالة تانية اللي هي حالة اللايف واقول له لايف واد نيو لوت فانا كده عندي حالتين تحميل اللي هم الديد واللايف نبدأ بنا نحط الاحمال عندنا ففي عندنا نختار اول كاميرات بتاعتنا ونحط اللايف لوت في الاول فنروح على الساين فريم لوت حالة اللي هي طبع انتكار بتاع هي بيكون اللي انا عندي الحمل افقه دا محبت بشوفنا قبل كده يكون على الحمل اللي هو الافقي وادخل الحمل هنا فالحمل هو 400 كيلو يعني اربعة من عشرة فاقول له اربعة من عشرة وابلاي فيعملهوا لي بالمنظر دا كده بدا الحمل بتاعي اللي هو لايف لوت بعد كده اختار الجزء دا وده واروح على حالة حالة عادي فهنا الحمل دا اللي هو عليه هو الكفر بس عشان انا اللي هو يحسبه بحط على كفر بس اللي هو واحد من عشرة هنا تلاتة من عشرة اللي هو كان الكفر وزائد السلالم نفسها. طبعا السلالم غير اللي هي سنك بتاع الخرصانة ده اتخذ معايا في اللي هي حالة الانويت. فولي تلاتة من عشرة. برضو بحالة الديد. واو كي. يبني كده اعرفت الاحمال بتاعتي. يبدو استردت لك على اي كاميرا فيهم. ودخلت على الاحمال هلقي عندي فيه احمال اللي هي الديد. وفي احمال اللايف. وفي الاسايمت انا هده القطاع بتاعي اللي انا خصصتو بالتاعي بالموانزر ده كده. فكده ممكن نعمل ران. اناليسيز. مش عاوزين حالة المودل. واقول له ران ناو. مسلا اقول له جزان بالواحد. وسيف. فوقع بشكل الديفورميت شيب. طبعا مهمة جدا ان انا اعمل كومبينيشن. اروح على ديفاين. لود كومبينيشن. واد. مسلا اقول له اللي هي التوتل. احط فيها الديد. واللايف. احطوهم على واحد شخصات اشوف عليهم اللي هو ديفورميت شيب. واكده لونا عايز واحدة تانية اللي هي. روح على اد نيو كومبو. مسلا اقول له توتل. لامت. في واحد وربعة من عشرة. واللايف في واحد وستة. واد. اوكي. اوكي. انا بص على ديفورميت شيب كده. انا بصر حالة اللي هي التوتل. فاقول له الواير شهدو. وبص عليها. اشوف القيام اللي عندي هنا اتأكد ان هي قيم صغيرة مش كبيرة. احسن مكون احطا ان انا احتاج ان انا ايه ادوة القطاع بتاعي. فوضح ان هي قيمة بتاع اللي هي اليو تلاتة هي اللي مهم عندنا مقدرها ستة ميلي. صغيرة خالص فهو كده اقطاع بنسبة لنا سيف ناحية الديفليكشن. طبعا سنبص برضو على سرينج اكشن. في حالة مسلا اللي هي التوتل ليمت. حالة المومت. شو فاديو. فاطلع لشكل مومت كده. دي احنا شايفين الكاميرا دي المومت عليها متكسر كده. وانا اخد ناعد لكده. لازم اختارها كده. واروح على ممكن اختارهم كلهم حتى. واروح على اساين فريم اوتووت ستيشنز. اقول له مثلا خلية تسعة عادي. اوكي. فكده لما عمل ران تاني. لو دخلنا على. مالش على اللي هي سرينج اكشن. هتلاع لك المومت المنزر ده كده. فعندنا اقصى قيمة هنا اللي هو اربعة بوينت سبع ستة. والقيمة اللي هنا مقدرة تلاتة بوينت اتنين. وطبع واضح مومت كله من تحت زي احنا نتوقعين ان هده في الاخر كاميرا. نك طبعا ما نساش هنا برضو عندي فلازم ابص على معايا. اوكي اطلع بمنزر ده كده. وفي حتة هنا خالص صغيرة خالص هنا. يبقى انا نصمم السرين بتاعتي ممكن ناخد هنا كده على المومت اللي هو مقدره هنا. وعلى فممكن حتى نعمل نفيزتين. اكليك على السهم ده وقل له اد نيو ويندو. واختار دي برضو خليها اكس زيت. وبعد كده اعرض فيها المومنت. ثلاثة ثلاثة. واكي بالمنزر ده كده. فانا عندي بعض اصمم قطاعين. اعرض اصمم قطاع هنا على ثلاثة خمسين وخمسين اللي هو واحد خمسة وسبعين. وبعد كده اعرض اصمم هنا على اللي هو او على الربعة اللي هي ستة وسبعين. في المومنت. ومقدار مسلا هنا المقابل ليه. شوف مقدار اقسي الفورسة على نفس المسافة. شوف ادخل مسلا بتاعتك هنا. مش مقدارة كامل ليه اكسر فورسة حيث تصمم عليها. فده اللي هو سيكشن بتاعك اللي انت هتصمم عليه. سوف انت بتعمل الحديد بتاعك بالحديد الرئيس اللي هو الحديد ده كده. اما الحديد اعرض يتفاوز شغال معك بس ان هو دي جات حالة ناندة شوفنا فيها مقدمة عن استعمال السلالم. في جزء ادان ان شاء الله ان شاء الله كميع انواع متقدمة لما ناخد الاريا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.